يا مساء النشاط والطاقة الإيجابية والفيديو نهار ده حماسي جدا 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 لإن إحنا هنعمل تنظيف عميق لتنظيفة الشتاء كنت قلت لكم إن أنا التنظيفة دي بجيب حد يساعدني هجيب شركة تنظيف وطلبتوا إن أنا أشارك معكم الحاجة اللي هنعملها عشان الناس تتشجع وكمان عشان لو حابين إن إنتوا تجيبوا شركة تنظيف أقول لكم رأيي وتجربتي معاهم مع إني دي أنا مش أول مرة أجيبهم دي رابع مرة أتعامل معاهم الشركة اسمها سبيشال هاوز هحط لكم في الكمانتز تحت هسبت لكم البيج بتاعتهم والرقم بتاعهم أحب أوضح حاجة بس في بداية الفيديو طبعا هم عارفين إن أنا بصور وأنا استأذنتهم وما عندهم شو مانع الحاجة الثانية بالنسبة لأسعارهم علشان عارفة دي أكتر حاجة هتسئل عليها أسعارهم بتختلف على حسب الحاجات اللي أنت عايزة تعمليها عندهم باكيجرس بيقولولك عليها تنظيف عادي وتنظيف عميق أو لو في حاجة أنت حاب تزوديها كل حاجة بيكون ليها سعر وبيكون ليها تمن فعلى حسب الحاجات اللي أنت حاب تعمليها في البيت عندك طبعا على حسب مساحة الشقة وعلى حسب هيجيلك كان بنت زي ما شفتوا أنا حبيت إن أنا أصور لكم مقططفات حتى هم مش ممنعين إن أنا أصور بس طبعا ما طلعش وشهم أو كده بس علشان أسيبهم إن هم يتحركوا براحتهم فما كنتش عارفة صور كويس عشان مش عايزة أقيدهم في الحركة أو أقول لهم مثلا تعالوا كده أو كده لنكن تسيبهم على راحتهم وبحاول بس إن أنا أصور لكم مقططفات إحنا بدأنا اليوم بفطار مصري أصيل كده عشان يديهم طاقة وأقدر إن أنا أقوف معيهم وبعدين دخلنا معظم الحاجات اتعملت في نفس القوات كلها فحبيت إن أنا فرقكم عليها كانت أهم حاجة بالنسبة لي هي الشبابيك كانت عندي مأسية خصوصا بعد العواصف الترابية زي ما أنتوا شايفين كمان تحت عندي في الكمباوند تحت بيحفوروا وبيعملوا حاجات في الأرض فالتراب كان مبهد للدنيا عندي فعملنا أول حاجة في قودة الليفينج الشباكة غسل غسلة محترمة وبالنسبة لي أنا أصلا أهم حاجة أنا بجيبهم علشانها هي الشبابيك بصراحة لإن أنا الشبابيك عندي ما شاء الله كبيرة وكتير فبتكون متحبة جدا في التنظيفات العميقة اللي زي دي كمان الحيطان بتاعة البيت كلها اتعملت وعايز أقول لكم هما بيجيبوا منظف معاهم كده بس طبعا ده بيكون برضو بفلوس لو أنتوا حابين بس رحتوا ما شاء الله بتبقى خطيرة خطيرة فبيعملوا بيه بقى بيحطوا منه في الحيطة في الحاجات الكنب والركنة والحاجات اللي زي دي بيعمل ريحة خطيرة طبعا عملنا تنظيف جاف لكل المفروشات في البيت أنا كنت حابة أوريكم يعني أنا بعمل إيه في التنظيفات العميقة والحاجات اللي اتعمل كل حاجات عملت حتى الستاير اتفكت وتغسلت كل حاجة حبيت أوريكم كمان الشباك بعد ما خلص بصوا تحسوا كأن ما فيش إزاز من كتر ما هو شفاف ما شاء الله بجد شغلهم نظيف جدا الناس محترمة قوي ومريحين وعندهم أمينة أنا تعملت معهم دي رابع مرة يعني أنا مش قادرة أن أدخل بيتي حد غيرهم من كتر ما أنا خلاص بصق فيهم كل الديكورات اللي انتوا شايفينها دي كلها نظرة تلمعت كويس جدا الخشب كله تلمع والمكتبة زي ما شفتوا في الأول كل حاجة فيها اتمسحت وراجعت تاني ورصوها تاني فاللهما بارك القوضة كانت زي الفل خلصناها بعدين دخلنا على القوضة التانية برضو عملنا نفس الحاجات فأنا حبيت أوريكم إيه مكتطفات لأنه هي نفس الحاجات كانت بتتكرر في كل القوض بالنسبة لقوضة الغسيل انتوا عارفين كذا حد سألني على السيراميك ده ده سيراميك ده مش ورق ولا فوم ولا أي حاجة ده سيراميك فطبعا أبيض والقوضة دي بالزيت الشباك بتاعها على طول مفتوح طبعا لأنها قوضة الغسيل فلازم التهوية فبيتبهدل بسرعة تراب فلما بيجوا بقى بصراحة بيخسلوا كله من فوق لحد تحت من أول السقف لحد الأرض كله اتغسل الشباك طبعا اتغسل كويس جدا ودي بتبقى أهم حاجة عندي في قوضة الغسيل هو السيراميك السيراميك عندي إن هو يتغسل كده ويبقى بيلمع ونزيف لأنه زي ما بقولكو هو بيطرب بسرعة جدا كل الحاجات دي طبعا بتنزل تتلمع ترجع تاني ده اللي بيحصل بقى في التنظيف العميق لو احنا بنعمل كل حاجة الشجرة اتغسلت المنشر اتغسل السبت اتغسل كل حاجة اتغسلت كده احنا يعني يعني أعمق حاجة نعملها لو احنا بنعمل كل حاجة حرفيا ما فيش حاجة بقى بنسبها عشان كده أنا بستعين بحد لأن أنا مش بقدر أعمل كده بصراحة هو بيبقى يوم هلكة لي وليهم طبعا هم الله يكون فعونهم يعني ويقويهم طبعا ده شغلهم متعودين عليه بس بالنسبة لي أنا دي حاجة بتريحني لو يوم البيت هيبقى فيه معلوب ونعمل وبتاع بس في نهاية اليوم كل حاجة بتكون خلصانة فعشان كده بحب ان أنا استعين بحد كمان طبعا كل واحد بيبقى حسب طقته وصحته وكل الحاجات دي في حاجات كتير أوي أنا ما قدرش عاملها يعني ما شاء الله الشبابيك عندي كتير فأنا ما قدرش مستحيل يعني آخري في اليوم ممكن أعمل اتنين فهطول قوي وفي نفس الوقت طقتي هتخلص فيعني هم سبحان الله ربنا مديهم القدرة على حاجة زي كده وده شغلهم وهم متعودين عليه وده رزق ليهم طبعا يعني ده برضو حاجة ده رزق ليهم فبحب ان أنا في التنظيف العميك قوي زي كده ان أنا استعين بحد بيساعدني زي الشركة دي كمان منسناش النجف انا عندي نجف بتاع ريسبشن كريستال كده وبيبقى متعب بصراحة شوية في التنظيف عشان كل كريستالة لازم تتلمع ولازم تتنظف كويس على عكس بتاعت الليفنج الحاجات المودرن دي بتتمسح كده بسهولة لكن ده بيبقى محتاج تركيز أكتر وطبعا احنا في النص كنا بناخد بريك كنا بنشرب شاي ونقعد مع بعض نريح شوية لان أنا طبعا بحس بيهم واكيد هم مش آلة تشتغل طول اليوم كده على طول خدنا بريك تاني ده غدينا وبعدين رجعنا نكمل تاني فلازم برضو ان احنا نقدرهم ونحس بيهم الناس دي لانها بني قدمين زينا لازم نديهم بريك لازم نريحهم لازم نعملهم حاجة حلوة هم بيحبوها علشان يقدروا ان هم يوصلوا ويكملوا معنا اليوم كله بصراحة انا حبيتهم وقعدتهم كانت حلوة ايه وكنت ممسوطة وانا قاعدة معاهم واليوم كان حلوة بيهم كل النجف بقى بيتعامل بنفس الطريقة حتى الحاجات المودرن بفوطة بتنزلي من علي التراب واي حاجة فيها ازاز او حاجة زي كده بتبدأ ان انت تلمعيها بجلانس بس بتحط الجلانس على الفوطة نفسها طبعا برضو حتى في الانتري بره عملنا تنظيف جاف للكناب لان الكنب الموف ده عندي بيبان فيه التراب اوي اوي الحاجات القطيفة واللون الغامق بيبان جدا فيها التراب ودي الحاجات اللي بتتعمل عموما في التنظيف العميق عشان فيه بنات بتبقى عرائز جديدة لسه مش عارفة هو ايه الفرق وايه اللي احنا ممكن نكون بنعمله ومش بنعمله في العادي يعني الستير مثلا مش بتتغسل على طول كل شهر او كده اصلا تتهلك كمان يعني فيه حاجات كده معينة بتتعامل كل فترة برضو الحمام طبعا بينضف بقى كل حاجة فيه والشباك وكل حاجة طبعا بتتغسل كل اللي انتو شايفينو ده الباسكت كل حاجة بتتغسل كويس جدا مرايات بتتلمع الريسبشن بره برضو كل حاجة اتلمعت الازاز الخشب الستيرت غسلت وحنا انا بحب الستيرت اغسلها واعلقها على طول فالستيرت غسلت وتعلقت كلها التقيل اللي هو القطيفة وكمان الشيفون كله غسلته في الغسلة باب الشقة طبعا اهم حاجة بقى باب الشقة يتلمع وقدام باب الشقة يتمسح لان لو قدام باب الشقة مش نظيف هيبهدل البيت كمان التكيفات عملنا لها تنظيف باول فلاتر اتغسلت بتاعتها وتلمعت كويس وكمان تحت السرير اتعملت سواء في قوضة ديمة او في القوضة بتاعتي عملنا تحت السرير لان انا كان في حاجات بقى عايزة طلها من تحت السرير هحتاجها في الشتاء وفي حاجات كانت طبع الصيف عايزة اشيلها فبصراحة هم عملوا لي ده بس الجزء ده انا ما عرفتش اصوره عشان ما كنتش عايزة ايض حركتهم او ان انا دايقهم في التصوير المطبخ كمان كان فيه بنت دخلت بقى تعمل المطبخ الشباك بتاعه اتغسل يعني هو مش اتغسل هو استحم وطبعا الشفات وبعدين رحت مركبالي استطارة من تاني بصراحة انا استطارة كنت لسا معلقاها جديدة فكانت نظيفة وزي الفل علقتها لي من تاني وكمان في المطبخ انا ما عملتش دوليب من جوه لان انا عاملاه منضاف فما طلبتش ان انا عملت دوليب من جوه بس الدوليب من فوق غيرت الورق اللي انا كنت حطوه عليها انا بنظفها وحط عليها ورق عشان يحافظ عليها من الدهون كمان غسلتلي الفرن والبوتاجاز الرخامات كلها المايكرويف التلاجة انا ما طلبتش برضو وانكنش عايزها تتغسل من جوه لانها كانت نظيفة فعشان كده بقولكم على حسب الحاجة اللي انتوا عايزينها بتعملوها يعني كل واحد بيشوف اللي بيتوا محتاجوا ايه وبيقولهم انا عايزة اعمل كذا وكذا وكذا ده هيكلفني قد ايه وهم بيقولكم كمان المايكرويف اتعامل المطبوئية غسلتها لي خلتهاي زي الفل التلاجة اتزقت وتعامل وراها دي حاجة من الحاجات اللي انا مستحيل يعرف اعملها الواحدة لان التلاجة بالنسبة لي تقيلة علي ما بعرفش ان انا عاملها فهم بصراحة كل مرة لما بيجوا بيزقوا لي التلاجة البرا خالص ويمسحوا السراميك اللي وراها والارض كمان اللي وراها وبعدين يرجعوها من تاني كمان المطبخ بتاعي هم بيعرفوا يتعاملوا معاي زي ما انا قلت لكم ودائما بقول لكم انا بنظفه ازاي بملمع زجاج وفوتة بس ما بعملش اي حاجة تانية وهم فعلا عارفين نفس الطريقة دي فانتو برضو كمان لو في اي حاجة عندكم مثلا عايزين طريقة معينة فتنظفها بتقول لهم عليها وهم بيعملوها لكم عادي ودى دي ما بقى كانت خلصت عبان ما انا كنت روحت اشوف المطبخ بيحصل في ايه كانت الحيطان بصراحة كانت متبهدلة خصوصا جنب السرير دي عشان ده اكتر سرير دي ما بتقعد عليه فكان ايديها مصبعة عليها ومتبهدلة فالصراحة غسلوا حيطان كلها استتاير غسلتها في الغسالة وعلقوا هالي وغيرنا فرش السرير ظهر السرير كله اتغسل كويس جدا بديل السجاد انا كنت غسلت وقبلها بيوم في الغسالة عادي وعلى فكرة اتغسل ونضفه بقى زي الفل عادي وبعدين حطيته تاني طبعا دي ما بتعملت شك كده على القوضة بتاعتها والمكتب كل حاجة تلمعت كل حاجة اتمزحت طبعا لو انتو لسه بتشوفوا الفيديو لحد هنا ما تنسوش ان انتو تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة حبيت انازلكم فيديو كون سريع وحماسي كده وتحفيزي وده يكون الشكل النهائي برضه للمطبخ وشقة كلها بجد بجد انا بشكرهم لانهم تعبوا معايا جدا اليوم كان صعب وكان حصل فيه ضغطات كتير رغم كده هم ما اشتغلوا وما ماشوش من البيت غير وهم هم خلصين كل حاجة فانا حبا ان انا شكرهم وقال لهم تسلم ايديكم ويا رب الفيديو كده يكون نشجعكم وحمسكم ان انتو كمان تبدأوا تنظيفات لو لسه ما نضفتوش في ناس ما شاء الله عالية خلصت ونضفت اخر حاجة كانت القوضة بتاعتي وده كان شكلها النهائي ما شاء الله بكده يكون الفيديو بتاعنا خلص خلصنا تنظيفات عميقة للشتاء نبدأ بقى ان شاء الله نرجع للراتينات بتاعتنا من تاني استنوني قريب ان شاء الله في فيديو جديد اكتبوا لي ايه رأيكم في الفيديو الخفيف السريع ده كده ان شاء الله بإذن الله اشوفكم على خير في فيديو قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته